ريبيو النهاردة عن سيرم نازل جديد من لوريال زي ما كلمتكم قبل كده عن سيرم الهايلرونيك أسد من لوريال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله ريبيو جديد عن سيرم من لوريال هو سيرم الجلايكوليك أسد طبعا كنت عملت قبل كده ريبيو عن سيرم لوريال الهايلرونيك أسد سيب لكم اللينك فوق والحمد لله كان ريبيو موفق قوي النهاردة اكلمكم عن أجدد سيرم نازل من لوريال هو اسمه جلايكوليك أسد سيرم هو السيرم ده هدفه انه هو بيعمل شراقة للبشرة لو انت عندك تصبغات لو انت بشرتك ما فيهاش نظارة لو بشرتك فيها شحوب لو عايزة تجددي البشرة بتاعتك لينا مش عاجبها ان انا بصور الفيديو سايبها طيب فالسيرم ده عشانك طبعا أنا جربته مبدئيا هو حلو جدا لأنه أولا ناس ببشرتك حساسة دي نمبر وان يعني أول حاجة يعني إيجابية أنا بسجلها قدالها يعني سكور يعني آآ تاني حاجة ان هو الملمس بتاعه آآ يعني بحس ان هو حلو قوي يعني مش بحتاج ان انا رطب ضع دي يعني هو عامين ملمسه غاني قوي بصه عامين زي هو لونه كده لبني آآ لونه كده قوامه الشكل ده كده شايفين ازاي؟ ده بيبقى شكله ده شكله اوكي الازازة بتاعته لونها القلقي كده الشكل ده عالسولة كده وازاز هي تلاتين ميلي آآ سيارو هتلاقوه في حدود آآ المتين تقريبا ممكن يكون متين متين وحاجة هو أنا بصراحة اشتريته آآ يعني في اوفر كده من على نون أنا أساب لكم برضو اللينك أنا جبته آآ يعني هساب لكم الليك أنا جبته منين لو انتم حابين يعني تستفيدوا نستخدمه ازاي؟ آآ تستخدمي الصبح بالليل عادي جدا بعد ما بتنظفي بشرتك آآ بتستخدمي الصبح بالليل آآ نشافي بشرتك بمنديل وبعد كده بتحطي سيرم ده آآ عايزة بعد كده تحطي عليه آآ الصبح اوكي آآ بالليل عايزة تحطي عليه المرتب بتاعك آآ وخلاص على كده آآ هتلاحظي نتيجة بعد أسبوع هتلاقي ان بشرتك آآ يعني شكلها حلو فيها نظارة آآ لو انتم عندكوا آآ كلف او آآ تصبغات من الشمس هيساعد جدا ان هي هي هيقلل تأسير هيقلل كتير من التصبغات ديت ومن الكلف ده آآ كمان هتلاقي بشرتك شكلها حلو ومنور ومشدودة آآ الخلايا الميتة على طول بيجددها السيرم ده آآ مناسب للبشرة الحساسة آآ سعره برضو كويس جدا وحجمه كويس جدا آآ واقتصادي آآ ده كان آآ ريفيو عن سيرم لوريال آآ هل يستحق الشراء آآ أيوه هو يعني شايفا ان هو حلو جدا آآ ننتي دخليه في روتين العناية آآ بتاعك لو بشرتك مجهدة لو بشرتك شاحبة لو بشرتك فيها تصبغات أو آآ تعبانة من الشمس أو فيها أثار آآ حبوب قديمة برضو هيساعدك جدا ان هو هيخفف من أثر الحبوب اللي هي بتبقى عاملة ندبات أو علامات لو هي خفيفة طبعا آآ هيبقى جدا مناسب لها آآ ده كان ريفيو عن آآ سيرم لوريال جليكوليك أسد آآ أتمنى يا رب ان هو ريفيو بكون عجبكم والصفات منه لو ليكوا أي تساؤلات سيبوها لي في الكومنت أشوفكم إن شاء الله في ريفيوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته